لأنه ليس فرد واحد مسؤول ولا فئة واحدة مسؤولة لكل مسؤولين لسوق الحظ هنه ماعب بيعتمدوا لو بيعتمدوا أنه فيه اثنان ثلاثة يسموهن وينزلوا على مجلس النواب ويضلوا إعديلا ينتخبوا واحد منهن بس المشكلة اليوم بدون رئيس جمهورية يكون يكون الستة وثمانين بأغلبية الستة وثمانين مينموم يكونوا موافقين علىه هوني لازم يكون حقيقة رئيس جمهورية بأغلبية الستة وثمانين لا يقدر يحكم بالشكل اللي مفروض يحكم فيه ولا يقدر يصير فيه تفاهم لأنا بأكد لك أنه اليوم اللي راح يعجل بانتخاب رئيس جمهورية هو الوضع الاجتماعي ووضع الاقتصادي ووضع المالي وتدهور الليرة اللبنانية اليوم يمكن من هذا لآخر أسبوع بتوصل للخمسين ألف بدون رئيب ودون حسيب وبدون محاسبة وما حدا نعب يسأل كل هذي الأمور راح تعجل بانتخاب رئيس جمهورية لأنه نحن اليوم عايشين ببلغ بدولة راسة مقطوع ما في راس بتأديري أنا من هلأ بعكس كل العالمة تفكر من هلأ لأدار ماكسيموم بيكون عنا رئيس جمهورية ولسوق الحظ إذا أنت بتعمل أحصاءات عن جد دروس الأحصاءات وسأل الأمن العام ما بقي إلا الخطيارية في لبنان 70-80% من الشباب فلوا بدون يتفهموا الكلمة بعضون على حول رؤية وحدة لرئيس جمهورية لأنه أي رئيس جمهورية بيجي بدون ما يكون في تفهم على التلتين على القليلة أو أغلبية هالأعزاب هذي بيفشل دعوات كتير للرئيس برية ترك الجلسات مفتوحة دورة الرئيس سماح بدورة أولى أو تانية طالما في ورقة بيضة مغلفة باسم سليمي فراشيني ما رح يعملها فيه ميشيل معه لا هيدا السؤال ما رح تنعمل أنت عتواصل مع رئيس برية لا ما عم يلعبها أنا عم بقول لك ما رح يعملها الرئيس برية لأنه لهودي متفقين لو قعدوا خمس ستيام ما رح ينتخبوا رئيس جمهورية أنا عم بقول لك ما رح يصير فيه انتخاب رئيس جمهورية لأنه فيه عالم مصمم بها الفئة أنه ينتخبوا مع الفئة الثانية وفيه عام الفئة الثانية ينتخبوا مع الفئة الأولى لعبة العلاقة الأخوية والصداءة بين نائب رئيس مجلس النواب صديقنا ليس بوصعب مع كتير من النواب من الفئة الثانية يعني مش كل اللي ينتخبوا الرئيس جمهورية سألوهم لإيران أنه خي سألوهم حتى الفرنسيين أنه تعالوا نتفع على رئيس جمهورية قالوا أننا ما قلنا عليها يعني حكومة حزب الله يعني تجيرت الأمور موضوع إيران تجير لحزب الله بلبنان الرئيس حسان دياب ما جمع الحكومة هي ومستئلة وأنا سألته كنت عنده وقالت له ليش ما تتجمع الحكومة ما حكومة مستئلة ونحن عنا ونحن عنا ولك شو جوابني قلت له نحن عنا موضوع كتير مهمة قال لي صدنا عاملين مئة وعشرين مئة وعشرين أرار بصورة استثنائية مأسوم استثنائية أرارات ومرسيم بصورة استثنائية وقلت له طيب إجمعها للحكومة قال لي أنا ما بدي خالف الدستور ومبارح سمعت شو قال الرئيس مئتي قلت له شو قال عم بيخبرني وهو قال لي رئيس مئتي صرح أنه إذا اجتمعت الحكومة بيكون خالفة للدستور إذا ما اتفقنا نحن كمسيحيين مع بعضنا ما تبحث ما تبحث لو بده يجي المسيح رئيس جمهورية ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال أهم شغل أنك تريح القاضي صح تريح القاضي وعنصر قوى الأمن هود الدولة هيدا بيحكم هيدا بينفذ إذا هود الاثنين راحوا لعودت بسلامتك مشان هكلمت لك ما عاد في حاجة لرئيس جمهورية